السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا اليوم السبت 18 تشرين الثاني نوفمبر طبعا القمر اليوم موجود بالجدي ورح ينتقل لبرج الدلو القمر الآن موجود في برج الجدي رح يظل في برج الجدي لغاية الساعة 11 و 27 دقيقة من ظهر اليوم السبت وبعدها بده ينتقل لبرج الدلو ورح يظل موجود في برج الدلو لغاية الساعة 28 دقيقة من عصر يوم الاثنين لينتقل القمر بعدها لبرج الحوت طبعا القمر الآن موجود في منزلة ساعة بلع وهي منزلة العلاج والفراق وتلاف الأموال والحرية ورح يظل القمر ما موجود في هاي المنزل لغاية الساعة 4 و 7 دقائق صباحا بعدها القمر بده ينتقل لمنزلة سعد السعود وهي منزلة لتوطيد العلاقة والحرية والربح والتفريق بالنسبة للقمر بما انه موجود في برج الجدي معناته بنصبح في هاي الفترة أكثر عقلانية منحكم العقل أكثر من العواطف في حل جميع مشاكلنا وكل ما يؤرقنا ندرك أنه الأمور ما بتصير معنا بسهولة بالنسبة لألنا بعضا ممكن يكون متشائم علينا أن نعمل بجدية أكبر وأن لا نعتمد على الحضوض يمكننا بدء عمل جديد أو شراء قطعة أثرية أو اتباع نظام غذائي أو متابعة كل ما يتعلق بشركات التأمين بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اليوم عنا مجموعة كبيرة من الزوايا وخطيرة وخصوصا أول زاوية وهي زاوية التربية سلبية بين المريخ وبين زحل هاي الزاوية رح تبدأ يعني تأثيراتها اليوم اللي هو 18-11 ومستمرة ليوم 22-12 ذروتها يوم 25-11 طبعا رح يكون ذروتها يوم 25-11 24-54 دقيقة بعد العصر في هاي الفترة بتزداد العصبية وعليه يجب أن نتمالك العصب وضبط النفس عند التعامل مع الغير ونتجنب المواجهة بيتفاقم أي شعور بالملل وبيتحول لامتعاض داخلي بينعكس على علاقاتنا مع الغير برضو بتدفعنا للإفراط اللي ممكن يسببنا نوع من أنواع الحوادث أو العمليات الجراحية بيزيد من أنانيتنا وتعنتنا وصرامتنا وبرضو ممكن يعرضنا لبعض الهجومات من الخصوم تكون فتاكة شوي أما بالنسبة للخطر الأكبر لهاي الزاويين هاي بتتزايد المواجهات والمشاحنات وأعمال العنف اللي بتخلف مشاكل عديدة بتدل على ظهور صعوبات ومشاكل في قطاع الصناعة الثقيلة والبورصل والقيم وتراجع المنتوج الفلاحي واستخراج المعادن احتمال وقوع حوادث أو ضرابات أو مقاطعات في المناجم أو المحاجر والمعامل وهذا شيء ممكن يعرق للإنتاج كما أنه بيزيد من نفوذ رجال الأمن والجيش وبيتعرض المواطنون للقمع والتعسب في هاي الفترة بتزيد شعبية أحد الدعاء أو رجال الدين من المحافظين أو المتعصبين وممكن تشهد هاي الفترة فضائح بتمس بالتقاليد والأعراف الاجتماعية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين القمر وبين نبتون هاي الزاوية طبعا ذروتها الساعة ثنتين واثنين وخمسين دقيقة صباحا بتعزز الخيال الخاص بأبيق والحدث عليه فن واكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك الفن والديكور والتجميل وبرضو هذا وقت مناسب للراحة بتزيد من حساسيتنا رومانسيتنا ابتم نحن كفاءات للعمل المسرحي والروحاني أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين القمر وبين الشمس هاي الزاوية رح تكون الساعة ثلاثة وثمانية واربعين دقيقة صباحا منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنتلقى المساند والدعم من الأصدقاء منتجه لتغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا بتساعدنا على التوازن والثقة بالنفس ونجاح العلاقات العاطفية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين القمر وبين المريخ هاي الزاوية رح تكون الساعة ستة صباحا بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي ومنندفع للإهتمام بصحتنا أكثر بتزيد من شجاعتنا وحماسنا وهذا الوقت المناسب للدفاع عن أفكارنا وحقوقنا والقيام بخطوات مهمة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية بطيئة وبرضو خطيرة هاي الزاوية هي زاوية اقتران سلبية بين الشمس وبين المريخ طبعا بدأت تأثيراتها يوم 21 ومستمرة ليوم 16 و12 ذروتها اليوم الساعة 45 دقيقة صباحا بيسود جوعا من التوتر والعدوانية بحيث أنه يعني بيتوجب علينا الحذر عند التعامل مع الآخرين لأنه أي كلمة غير محسوبة ممكن تأخذ على محمل مغاير وبتدخلنا بمواجهات إحنا بغنى عنها حياتك بيطبعها الكفاح بتميل لا تضييع جهودك في هاي الفترة ممكن تتعرض لإغفاقات ناجمة عن الاندفاع وميلك للمجازفة ممكن تحدث بعض الخلافات بسبب الرغبة في فرض السلطة أو السيطرة بتنتهي بنزاعات عنيفة ترتفع وطيرة المواجهات والتفجيرات في البؤر الساخنة على مستوى دولي طبعا ترتفع وطيرة المواجهات والتفجيرات في البؤر الساخنة بتدل على أن حكومة ما ممكن يتميل لممارسة سياسة قمعية لفرض نفوذها وسطوتها وبرضو بالدل كذلك على ازدياد أعمال العنف والعدوان وكذلك إضرابات في قطاع الصناعة أو قطاع الصحة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين بلوتو هاي الزاوية رح تكون ذروتها الساعة ثمانية وسبعة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا نتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة تمنحنا حكم صائب ومواهب روحانية وبتدفعنا للإبداع بعد هاي الزاوية مباشرة بابدأ عنا خلو المسار للقمر خلو المسار رح يبدأ الساعة ثمانية وسبعة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش ورح يستمر لغاية الساعة احداش وسبعة وعشرين دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر بعديها ويستقر في برج الدلو هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل قلو المسار الساعة احداش وسبعة وعشرين دقيقة ظهرا خلاص القمر بينتقل وبيستقر في برج الدلو عشان هيك من ساعات الظهر منشعر بنا بحاجة ملحة للتغيير لأن الروتين هو عدو هاي الوضعية في هاي الفترة يجب أن نستغل هاي الفترة بالعلاقات الاجتماعية وتعزيزها والاستفادة منها من ود الانضمام لنادي أو مجموعة من الأصدقاء أو تجربة طريقة جديدة لحياتنا من ميل للتقارب مع أشخاص من حولنا للتصرف بشكل منطقي أكثر من التصرف العاطفي يمكننا تكوين صداقات جديدة وتغيير مظهرنا مثل قصة شعر أو شراء أو بيع أو الاهتمام بما يتعلق في مجال الإلكترونيات والتكنولوجيا أو تجربة أطعم جديدة بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا اللي لازم نوفر لها العناية الإضافية واللي ما لازم تخضع لعمليات جراحية كبرى خلال هذا اليوم أول شيء عندنا الركبتين والمفاصل العمود الفقري عضلات العمود الفقري الرضفة والعظام الأسنان الأوتار والأربطة والجلد والشعر والطحال وجهاز التوازن أما من ساعات الظهر وما بعد بصير عن نبطة الساق الكاحل الساق وتر العرقوب عضلات الساعد وهرمونات الغد الدرقية بالنسبة لهذا اليوم طبعا زي ما حكينا أنه ما بنصح أنا بالعمليات الجراحية لهاي الأعضاء إلا إذا كانت إضطرارية أما فحصات تنظير أخذ علاجات مراجعة طبية ما في أي مشكلة بالنسبة لعمليات التجميل طبعا لغاية ساعات الظهر ما بنصح فيها وخصوصا للجلد لأنه أكثر حساسية ما بعد ساعات الظهر بتوقيت جرينج بصير الجو ما في أي مشكلة لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة اليوم لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي الصبغ ما بنصح فيه يصلح لقص الشعر العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح ينتقل ويستقر في برج الدلو معنى تخلغ المسار القادم بيكون الساعة 10.49 دقيقة من ظهر يوم الاثنين 20.11 ورح يستمر حتى تمام الساعة 2.28 دقيقة عصرا لا يستقر القمر بعدها في برج الحوت أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الجديد أو اللي هو الهلال عمره 5 أيام في تمام الساعة 9.7 دقائق صباحا بصير 6 أيام نسبة الإضاءة بتصير 33% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم 22.11 منتحس الآن بنسبة 40% في ساعة الظهر منتحسي بنسبة 50% القمر في الجديد وبدو ينتقل للدلو رح يظل في الدلو ليوم 20.11 سعيد الآن بنسبة 70% في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة 45% ساعة الظهر بصير منتحس بنسبة 10% ساعات العصر بصير سعيد بنسبة 15% في ساعات المساء بصير سعيد بنسبة 15% عطارد في القوس حتى يوم 21.12 سعيد بنسبة 30% الزهرة في الميزان حتى يوم 4.12 سعيد بنسبة 15% المريغ في العقرب حتى يوم 24.11 منتحس بنسبة 10% المشتري في الثورة بيتراجع حتى يوم 31.12 منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت حتى يوم 29.6 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 27.1 منتحس بنسبة 5% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 6.12 منتحس بنسبة 15% بلوتوف الجدي حتى يوم 2.5 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعاً بتظل الأجواء من الآن ولغاية ساعات الظهر مناسبة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم وبإمكانكم تعززوا علاقاتكم مع المسؤولين وبرضو بتكوا تحافظوا على إنجازاتكم القائمة وهدوا من روعكم وما تنفعلوا وما تتخذوا قرارات حاسمة في حياتكم أما من ساعات ما بعد الظهر إهوانا بتلتقوا الأصدقاء حاولوا تصحيح العلاقات المتردية أهم شنكو ما تبقوا وحدين هاي فترة ناشطة وواعدة دراسياً مهنياً عائلياً وبارضو بتكثر الاتصالات والمواعيد برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعاً بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيماً لبعيدة من الآن ولغاية ساعات الظهر وبتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحبائكم معكم ممتاز جداً للامتحانات الجامعية أو المقابلات ولكن ما تعتمدوا على الحضول وخصوصاً في فترة خلو المسار بعضكم ممكن يكون عنده رحلة أو يروج لعمل أو عنده مؤتمر أو عنده دورة معينة والأجواء ما زالت جيدة أما من ساعات الظهر بينصب اهتمامكم حول عملكم ومصالحكم الاجتماعية أهمش إنك ما ترتجل المواقف والتصاريح عشان ما تقع ضحية الفوضى وعدم التنظيم تضغط عليك المسئوليات وممكن تواجه أمر صعب ومعقد في التزامات وفي مسئوليات فعشان هيك التزم بمسئولياتك برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعاً بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة أي المال اللي معك شريك فيه من الآن ولغاية ساعات الظهر وبتضل الفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكون تخففوا من النفقات المتصاعدة أهم شيء إنه تخلوا التركيز على البيت بشكل جيد وتكونوا موضوعيين وتبعدوا عن العصفبية والحدية قدر الإمكان وما تجازفوا بأموالكم أما من ساعات الظهر وما بعد بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات البعيدة ومرضو بتصير الأجواء جيدة وبتحمل فرصة للقاء وبتفتح أمامك أبواب للسفر والتسويق والنشر أو الدراسة العليا وبتفرح لانتصار أو لرحلة أو لمشاركة ناجحة يعني في تحرك على مختلف الأصايد برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان يعني الآن تقريبا إحنا بدنا نخلص من المقابلة وتتحسن الأجواء ولكن من الآن ولغاية ساعات الظهر بتظل الأجواء جيدة لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة وبتظل الأجواء جيدة لتحسين العلاقة لمصالحة ولكن بالضل العصبية والطاقة الضعيفة موجودة ضبط الأعصاب مطلوب أما من ساعات الظهر وما بعد هنا بتعيد تنظيم ميزانيتكم يدخلوا التعديل على نمط حياتكم لتتماشى مع التقدم والتطور في محيطكم يطمعين بالكم وبتفرحوا للتطور وتعتبر هاي فترة جيدة لتصحيح خطأ أو لتكرار محاولة برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا القمر اليوم بدو يبدأ بمراحل المقابلة فعشان هيك من الآن ولغاية ساعات الظهر انجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك وبرضو بدكوا تنتبهوا لغذاءكم وراحتكم وتكونوا منظمين وتحسنوا إدارة عملكم وتحذروا من الجدال مع زملائكم ممكن يصير فيه سوء تفاهم بينك وبين أحد الزملاء أهم شي برضو أنك ما تهمل صحتك من ساعات الظهر القمر خلص بصير موجود مقابلك تماما في برج الدلو فهنا بينصب اهتمامك حول تعزيز شراكاتكم حاولوا معني أنك تحافظوا على هدوءكم ما ترتجلوا أي كلام أو توجهوا أي ملاحظة لأنه خصمكم قوي وما بيرحم تحمل هاي الأيام ارتباط مهم فعشان هيك بدك تحافظ على هدوء أعصابك وما تكون عدائي بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا بتظل الأوقات من الآن ولغاية ساعات الظهر في رغبة قوية للتقرب من أحباك ومتعزيز العلاقة معهم وما بيتخلى الحظ المالي عنكم تنفرج أساريرك وبتعيش لحظات سعيدة نسبيا بظل الأجواء جيدة ولكن ما تعتمدوا كثير على الحضوض أما من ساعات الظهر وما بعد بيتراكم العمل لديكم لا تهملوا صحتكم حذروا من التعاب الصحي أو الجسدي اللي ممكن أنه يمنعكم من أداء واجباتكم اليومية كما يجب ابتظهر بعض المسائل العائلية أو الشخصية الطارئة وممكن أنك تشعر بنوع من أنواع التوتر برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبرضو بتجدوا تعاون من أفراد العائلة من الآن ولغاية ساعات الظهر ولكن بظل في نوع من أنواع القلق حول وضع عائلي أو منزلي أو ممكن يكون في بعض المشاكل اللي توترك أضبط أعصابك من ساعات الظهر بتتحسن الأجواء بشكل جذري فهون بتشتد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحباكم وبتفرح لانفراج ملموس بترتفع فرص النجاح وبتشتد عزيمتك وبتقوم بخطوة مباركة تتلقى إشارة إيجابية وتعتبر هاي فترة مناسبة لالتقاط الأنفاس بعد العواصف برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بظل النشاط من الآن ولغاية ساعات الظهر في التنقلات والاتصالات والحوارات والنقاشات ولكن اللي عنده امتحانة أو مقابلة بده يستعد بشكل جيد وما يعتمد على الحدود بتدعمك الحدود شيئا ما في شيء بسيط ولكن مش بقيادة السيارة ولا بعلاقاتك بمشاكلك العاطفية يعني بمعنى آخر ولا بالامتحانات من ساعات الظهر وما بعد هنا بتفضل الأجواء البيتية والعائلية لطف الأجواء العائلية الضاغطة لأنها ممكن تثير اضطرابك وامتعاضك ولا تخالف القوانين واحترم الموعيد والالتزمات المهنية واهتم بعائلتك برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بتظل الفرصة جيدة من الآن ولغاية ساعات الظهر لبعض المكاسب المالية اللي بتيجي من عمل إضافي مستردات هبات دعم أشياء من هذا القبيل ولكن بتكتم تنعو عن أي مغامرة مالية أو مشتريات غير ضرورية وحاول إنك تنتبه من النصابين والمحتالين أما من ساعات الظهر فهنا بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات وبتصير فترة مهمة للتواصل مع المجتمع ولا اسمع صوتك ممكن تقوم برحلة عمل بتتحرك بنشاط عالي خلال هذا اليوم وممكن تقوم باتصالات واسعة تسفر عن اتفاق أو مصالحة برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا ثقتكم بأنفسكم كبير وبعمكم النشاط وبإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة الداعم من مكانتكم الاجتماعية الأجواء جيدة وداعم لإلكم من الآن ولغاية ساعات الظهر يعني الأجواء رائعة القمر موجود عندك بعطيك طاقة إيجابية من ساعات الظهر هنا بتعيد تنظيم أموركم وميزانيتكم الأمور المالية أهمش أنك ما تغامر بأموالك لأنها هاي فترة حذرة ماليا ومعنويا فما تتسرع باتخاذ قرارات حاسمة انت بحاجة لكل التعاطف والتضامن برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا القمر ما زال موجود في بيت المتاعب لغاية ساعات الظهر فعشان هيك بتظل هاي الفترة بتطلب منك الانتباه بشكل جيد لصحتك وعدم المبالغة في إنجاز ما لديك من عمل متراكم حاول إنك تعمل بشكل روتيني شوي بدك برضو تهتم بوضعك الصحي ابعد عن القرارات الحاسمة خلال هاي الفترة ما تتخذ أي قرار انتظر لساعات الظهر بعد ساعات الظهر بتستعيد نشاطك وحيويتك بتستعيد حماستك وعزيمتك وبتمارس جاذبية لا تضاهل البدء بمشروع أو خطة جديدة بتمتلك الطاقة الكافية للانطلاق بمشروع جديد أو لحسم أمر عالق وبرضو بتحمل لك خبر صار برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بوسعكم تعزيز صداقاتكم ولكن من الآن ولغاية ساعة الظهر ولكن القمر بيقترب من بيت المتاعب فعشان هيك انتبه من خلاف أو سوء تفاهم ما بينك بين أحد الأصدقاء وبرضو ما تعتمد على كل وعد يقطع إلك من أي شخص خلال الفترة يعني بعضكم ممكن يهتم بلقاء أو اتصال أو حوار أو يلجأ لبعض المعارف لمساعدته في أمر ما من ساعات الظهر القمر خلاص بيوصل لبيت المتاعب فهنا يعني بتدخل فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم اتجنبوا اتخاذ القرارات الحاسمة والمهمة لأنها فترة فارغة وفاشلة حذروا من الأفكار السودة والمعنويات المنخفضة لأنه ممكن تخيب أمالك أو تتأخر أعمالك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء اشتركوا في القناة